متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة انهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اداة جديدة من جوجل هذه الاداة هي اوبل وهذه الاداة حتى الان مجانية تماما واعتقد انها ممكن تفضل مجانية من جوجل هي في المرحلة التكريبية ومتاحة في الولايات المتحدة الامريكية ولكن تقدر ان انت تخشها عن طريق البي بي ان زي بالضبط ما كنا بنخش على ويسك وبننتج الصور تقدر تعمل الموضوع ده ايضا وفي بعض البي بي ان بتكون مجانية تقدر تخش بها على هذا الموقع اللي حطولك في الرابط في الوصفة اسفل الفيديو بيمكنك من اي اوبل من عمل تطبيقات بدون كود بيستخدم الفايب كودينج اللي انت بتحط تيكست عادي جدا نورمل وبيظهر معاك التطبيق وحتى ما بتشوفش اي كود قدامك انت بتلاقي التطبيق بيظهر معاك على طول طب حنستفيد منه هتستفيد منه في حاجات كتير او يمكن ان انت تعمل بعض التطبيقات البسيطة زي تطبيق من التطبيقات اللي انا عاملها يوتيوب تايتل جنريتور اسمه كده يعملي عنوان لفيديو يوتيوب تكون متابعة لقواعد ويديني كمان وكمان يديني تاكس عملته ايضا علشان يديني لسي في لما جي قدم في اي شغل بلوك بوست جنريتور يعمل لي يحول اليوتيوب فيديوز لبلوك بوست with images التلاتة دول بيه اوامر بسيطة جدا جبتها من شات جي بيتي قدرت ان انا اعمل هذه التطبيقات النهاردة بقى حوريك حاجة هتعجبك جدا خصوصا اللي عايز يستخدم فيو او ثري بشكل مجاني طبعا هيكون محدود مش هيكون مفتوح ولكن هتقدر تستخدم فيو او ثري علشان تنتج فيديوهات من خلال التطبيق النهاردة اللي هحطي لك الامر في الوصفة اسفل الفيديو اول حاجة بعد ما بتخش على الرابط في الوصفة اسفل الفيديو بتبتدي تلاقي عندك هنا create new هتبتدي تدوس على create new وحيدخلك على الوجهة اللي هتشوفها دلوقتي الوجهة دي فيه طريقتين ممكن انت تعمل بهم التطبيق الطريقة الاولانية ان انت تمشي من خطوة بخطوة اده step to get started هنا تبتدي ان انت يعني تشتغل بهذه الطريقة user input تبتدي هنا تقول مثلا انا هنا عايز هنكتب مثلا هنا وحبتدي هنا اقول له generate هيظهر معايا هنا كل النماذج هنا طبعا هو وبيستخدم النماذج بتاعة جوجل هنبصي اللي يجي من 8.0 flash من 8.5 flash 2.5 pro مثلا انت عايز تنتج صور فهنا هتختار imagine 4 وهنا كمان فيه في ممكن تختار الaspect ratio اللي هيطلع بيها الصورة فهنا ممكن اخلي الaspect ratio واحد لواحد ممكن اقول له هنا use imagine 4 او ادبوط هنا هقول له hi realistic and cinematic image عايز يكون and cinematic image وابتدي اوصل بقى ده كده ده بدا توصل ده بدا كده الناس اللي تفرجت على conf UI واحنا منتج صور هتفهم الحاجات دي او هتقدر ناتة تخيلها ولكن الموضوع مش محتاج منك اي حاجة هقول لك دلوقتي كمان على اسهل طريقة مش محتاج الكلام اللي انت شايفه قدامك ده كله ولكن انا بوريك طريقة من الطرق احنا هنا في الeditor وهنا تنقل ما بين الاب والeditor واحنا كده لو دوسنا enter في اي حتة خلص الاب بتاعي هنا ممكن اروح اسميه فوق image generator لو حابب تعرف اكتر عن اوبل بالتفصيل شرحه على قناة info take for you بالتفصيل هنا انا يمكن بحاول اركز على يعني المحتوى اللي بيركز دايما ان القناة عليه وهي المحتوى اللي في انتاج صور وفيديوهات وصوت وبريزنتيشن بعض الحاجات المرئية واللي فيها visual كتير هنا هنبتدي ان احنا نغير كمان theme ندوس هنا ونغير theme ممكن generate a random theme عشان يبقى له شكل كده حلو theme بتاع الابليكيشن بتاعنا ودلوقتي نبتدي ان احنا نستخدمه هنا الابليكيشن خلاص جاهز ادوس على الاب ادي الابليكيشن هروح ادوس start كل اللي علي هنا ان انا اروح اكتب الوصف بتاع الصورة وابتدي ادوس enter حيبتدي يعمل generate الامج واد الصورة بتاعتنا وهنا كل اللي عليك ان انت هتعمل download للصورة الميزة بقى ان انت كل مرة هتبتدي ان انت تعمل ايه هنا في refreshment عشان ترجع مرة تانية بتبتدي ان انت تولد الصورة لو انت متعود تولد صور معينة بأس الواحد تعالوا انشوف التطبيق المنتظر وهو ان انا اعمل فيديو باستخدام بي او ثري هنشوف دلوقتي مع بعض الطريقة بقى واسهل طريقة طيبك من ال وال هنشوف دلوقتي مع بعض الامر اللي احنا هنستخدمه واللي انا جايبان من شاي جي بيتي هارجع مرة تانية اقول كل الابليكيشنز بتاعتك موجودة هنا تقدر ترجع لأي ااب زي ما انت عايز هنا بقى انا مش هروح خالص بقى اعمل اللي عملت من شوية والكلام ده انا هروح هنا احط الامر بتاعي اللي انا عايز انشئ بيه التطبيق احط الامر اللي انا جايبان من شاي جي بيتي حط باللغة العربية زي من انتم شايفين هنا التطبيق وبعد كده هبتدي ان انا اقول له انا هنا مش محتاج بقى ان انا ابتدي اعمل خطوة بخطوة انا قلت له استخدم اي نموذج فهو خلاص هيستخدم ويبتدي دلوقتي ينشئ لي على طول وحنشوف دلوقتي مع بعض ازاي هننتج الفيديو بتاعنا تم انتاج الفيديو بص الجزء ده خلاص هو مع نفسه عمل الابليكيشن ويرسم الوركفلو اللي هو حيمشي عليه احنا مناش دعوة تماما بي تقدر تروح مرة تانية هنا هنبتدي نسميه بي او او سري فيديو جنريتور وهنا ممكن تروح تعمل سيم برضو تجنريت راندم سيم علشان برضو يكون كل كده ابليكيشن له السيم الخاص بي اعمل السيم هبتدي انتقل الابليكيشن من هنا احنا هنا كلنا في الاديتور هبتدي اقول ستارت دوس انتر هنا بيقول ديسكرايب الفيديو سين هبتدي ان انا اديسكرايب الفيديو بتاعي وحدوس انتر بيقول تشو سينيماتيك او رياليستيك هقول سينيماتيك وحدتدي ادوس انتر بيقول عايز الاسبكت ريش وستاشر لتسعة ولا تسعة لستاشر ولا واحد لواحد هنا هقول ستاشر لتسعة اعطيني زي اخيارات كده هدوس انتر وحيبتدي يعمل كرييت للفيديو بتاعي تم توليد الفيديو والفيديو بصوت بساوند فحنحمله ونسمعه مع بعض هدوس على التلات نقط هنا وعمل داونلود وانا قلت له اديني وصف الصيني يبقى ظاهر معايا فهنا الفيديو دي تيلز دا الوصف اللي انا حط طوله والفيديو ستاين سينيماتيك والاسبكت ريش ستاشر لتسعة يلا بينا نشوف الفيديو على الفول سكرين زي ما انتوا شايفين دا فيو سري والساوند وشفنا مع بعض النتيجة ودي فكرة حلوة قوي لاستخدام الفيديو سري طبعا هو مش مفتوح كده ان احنا نستخدمه على طول وزي ما قلتك مش عارف تخش على اوبل الا بي 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 ان اي بي ان مجاني حيدخلك عليه ما فيش اي مشكلة منه ولكن خد بالك انه يكون حاجة موثوقة طبعا تقدر ان انت تستخدم اوبل بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تنستوش تدعموني باللايك وشير وكومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة